السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة احنا معانا ريفيو لجنبل من اقوى الجنبلز اللي موجودة في السوق وهو اوزمو موبايل سيكس من شركة دي جي اي اوزمو موبايل سيكس جي بعد تطوير كتير من كزا نوع يعني انا اخر حاجة كانت معايا قبل سيكس كان اوزمو موبايل سري ان شاء الله لو عجبكم الفيديو ده وحبين تطبعوا المحتوى ده هعمل لكم ان شاء الله فيديو تاني مقارنة ما بين الاتنين اوزمو موبايل سري و اوزمو موبايل سيكس الجنبل نفسه هنا والتليفون راكب عليه دلوقتي انت بتشيل التليفون التليفون بيكون سهل جدا انك تحطه في جيبك الجنبل بييجي بالتلات اجزاء دول الجنبل والترايبود زائد القطع اللي بتركب على التليفون علشان بالمغناطيس الوراء تلزق في الجنبل نفسه فنبدأ ان احنا نركبه تبدأ انك تحطه كده بعدين بتجيب عندك هنا العلامة دي لو تاخد بالك منها بيقولك ان دي تكون ناحية الكاميرا فانت بتخلي الكاميرا لفوق وتكون حطه في النص وتروح عامله كده اهو ده بيكون منظره تحاول بقدر الامكان يعني انك توصطنه يكون في النص علشان يكون الموبايل موزون طبعا ده بيوفر عليك حاجات كتير انك في الموديلز القديمة تقب بقى توازن الموبايل على المحاور فانت هنا عندك الجنبل على تلت محاور فبيدي لك قوة ثبات عالية للموبايل اللي راكب عليه فانت بتفتح الجنبل بالشكل ده وبعدين تركب فيه التليفون كده يبدأ ان هو يشتغل معاك دلوقتي اهو انا جاهز للتصوير ومستعد ان انا بابدأ اصور الجنبل في جيوبي اهو تشوف على قد البوكب بالزبط الجنبل اهو تمام تاجي اروح فطحه كده على طول اشتغل معايا اون اركب عليه التليفون بقى هد دايريكت وابدأ اشتغل واصور خلصت التصمير خلاص اهو كده تمام تليفونك في جيبك اهو الجنبل اهو اخل تدخله في جيبك الموضوع منتق طالما اللمبة الخضرة اللي فوق دي خضرة معاك يعني هو مزبوط لو حمرة يعني مش راكب صح وحاول تركبه مزبوط تمام فهنا طبعا انت عندك الاوضاع اللي موجودة على الموبايل جنبل فلو تل اف بي في سبين شوت اوكي وبعدين اللي بيميزه ان هو كمان بييجي معاه ابليكيشن قوي من شركة دي جي اي ده اللي انت بتقدر تشغل عليه الجنبل علشان تاخد اقصى اداء بتبدأ توصلهم ببعض على البولوتوس مجرد ما بيتوصلوا ببعض اوكي بتبدأ انك تشتغل على الجنبل وعندك اوضاع كتير سواء الفيديو او الفوتو او بانو او الفيديو برضو بورتري او لاند اسكيب وبعدين عندك سلو موشن عندك دايناميك زوم عندك تايم لابس هايبر لابس طبعا دي كلها اوبشنز انت تقدر تشتغل عليها نبدأ نشرح الزراير لو دست عليه مرة واحدة بيقلب لك الكاميرا سواء قدام او وارا مرتين كده بيخلهولك بالعرض وكده بيخلهولك بالطول كده ترجع تاني بعدين عندك زرار الريكورد اللي فوقيه على طول بعدين عندك هنا الام ده لي وظفتين او الوظيفة انه هو يدي الباور يعني لو دستنا عليه كده مطول خلاص افل الجهاز بعدين تدوس عليه تاني مطول يفتح الجهاز لو دست عليه مرة واحدة بينقلك ما بين اوضاع الجنبل زي ما انت شايف كده قدامك طيب سريعا هنشرح الاوضاع اول وضع عندنا اللي هو جنب الفلو اللي هو بيخليك تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز بس تيجي تحرك يمين او شمال هو ثابت في مكانه بس معاك فوق معاك تحت يمين شمال لكن ما يتعويكش معاك يعني لو انت عايز تصور مشهد كده وترجع انت تشتغل بايدك كده لا حلو هو بس ده يمين وشمال وفوق وتحت انسيابي جدا معاك طبعا بيدي لك السينيماتيك لوك عندنا الوضع التاني وهو تلوك تلوك يعني بس يمين وشمال مجرد انت ما تمسكه كده هو خلاص عمل لك على حاجة معينة مجرد انت ما تشتغل كده اهو تمام يمين شمال بس ما بيطلعش معاك فوق ولا بينزل تحت فبيدي لك الحرية لو انت مركز على شيء معين بس بتتحرك معاك كده يمين او شمال بيبدأ ان هو يشتغل معاك كويس جدا بس زي ما قلتلك فوق وتحت لا فده طبعا بينفعك في المشاهد اللي انت مسلاو بتجيب حاجة عايز تصورها من تحت الفوق فبتضمن ان هو ايه ما يعمش منك طبعا هو دلوقتي كده عايزين نرجعوه لوضعيته الاصلية يكون مظبوط مجرد بس انت ما بتدي تكتين ورا كده يتعادل خلاص للوضع الاساسي نيجي المود اللي بعده وهو FBV FBV بيسمحلك انك تتحرك به زي ما انت عايز فوق تحت يمين شمال عايز تلف كده زي ما قلتلك انت مثلا بتصور كده عايز تيجي كده بتصور حاجة انت عايز حركة معينة هو الجنب اللي بيكون معاك في كل الاتجاهات اللي انت عايزها تمام نيجي للوضع الاخير وهو Spin Shot Spin Shot بيسمحلك انك تاخد مشاهد رائعة بزاوية التلتمية وستين بس طبعا ما بيجيب لكش تلتمية وستين كاملة بس بيديلك حركة دوران في المشهد واخد لبالك زي ما انت شايف كده حركة دوران في المشهد بتسمحلك انك برضو تاخد مشاهد بطريقة حلوة وسينيماتيك لك وفي نفس الوقت بتعمل حاجة كرياتف تطلع حاجة جديدة تبدع زي ما انت عايز فزاي ما بيقول لك انت هنا عندك كتير انت كنت مثلا مفتقدها في اللي فاتت زي الكافر اللي بيركب على التليفون علشان يبقى في جيبك وقت لما انت عايز تصور حاجة ودي برضو حاجة من الحاجات الكويسة لو انت قدامك حاجة عايز تصورها على طول على طول تروح مطلع الموبايل من جيبك وتروح فاتح الجامبل مركبه تشط واخد لبالك وفي ميزة جديدة طبعا وحلوة ما كانتش موجودة في القزمو موبايل سري وهي ان انت معاك التريبوت بيطول معاك بالشكل ده واخد لبالك بيطول معاك بالشكل ده طبعا بيديلك فرصة انك تصور كده يبقى معاك طول هيا شايف دي شايف المنطقة دي انت ممكن تلفها كده فاصبح ان هو بقى كده انت ممكن تمسكه كده وتصور كده زي ما انت عايز كده واخد لبالك فدي برضو فرصة كويسة ليك انك تاخد شطات كويسة وشطات لو انت مثلا بتصور حاجة من على الارض او بتصور حاجة من فوق انت مش طيلها وعايز تتحرك معاها فبالتالي الجماعة هنا ما شاء الله عليهم موفرين لك كل حاجة وطبعا النقطة الاخيرة وهي الزوم انت هنا عايز تزوم على حاجة فباجي هنا بالبكرة اللي معايا دي كده شايف اهو وايد انجل وبعدين اجي اقرب مثلا شايف عايز اعمل زوم على الناس اللي قدامي دول اهو قربت منهم ده كده اخر الزوم عايز ارجع بقدر ارجع بالشكل ده كده وفي نفس الزرار ده بتروح بيدي له التكة صغيرة بيدي لك مانوال فوكس مود تجاه شايف شايف الفوكس اهو كده مثلا اهو بيغير معايا الفوكس شايف اللي هي دستريكت اللي قدامنا دي فنرجع هنا تاني كده وعندك كمان ميزة التراكينج زي ما انت شايفني دلوقتي اقدر اتحرك قدامه وهو بيتابعني سواء كده او كده حتى لو انا مبسط لهوش هو متابعني كان الاول في الاوزموس 3 لو انت دايرت وشك التراكينج ما يركز معاك لكن دلوقتي في الاوزموس 6 انت حتى مش بصص له بصص الناحية التانية بس هو متابعك وماشي معاك حتى لو نزلت تحت طلعت فوق هو مركز معاك شايف اهو زي ما انت شايف كده فدي برضو ميزة مهمة جدا في الاوزموس موبايل 6 انك حتى لو ما بتعرفش تصور او خايف انك هتخرج برا الكدر ومش عارف بيصور ايه لا انت ممكن عادي تستخدم الكاميرا بتاعت تليفونك اللي ورا وانت مش شايف اي حاجة مجرد انك بتبدأ تشغل التراكينج ويبدأ هو يركز معاك وانت بس خلاص ضارب المايك بتاعك اهو وملكش دعو بحاجة ولا شايل هم حاجة تبدأ تتكلم وتروح وتيجي ولو بتشرح على حاجة تشرح عليها شايف انا واقف بعيد يعني انا واقف حبة حلوين بعيد ومع ذلك هو التليفون متابعني ومركز معايا فدي تعتبر ميزة كويسة جدا بالتصوير باوزمو موبايل سيكس المجمل انا مبسوط من الجنبل ده جنبل محترم جنبل فعلا شركة دي جي اي معروفة ان هي بتعمل سوفتوير قوي وبتعمل بتاعت الحاجات بتاعتها 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 بتكون قوية ومحترمة وهنا برضو شركة دي جي اي حاجة بقى ايه لالناس البروفيشنال حاجة اكتريم اكتر بتدي لك ابليكيشن وهو لايت كوت لايت كوت ده برضو انت بتنزله مجاني التو ابليكيشنز مجاني الاولان اللي انت بتشتغل عليه مع التليفون والتاني اللي انت بتبدأ انك تعمل عليه الفيديو ايديتنج بتاع الشغل بتاعك ولو انت حتى ما بتعرفش في الفيديو ايديتنج فسواء هنا على البرنامج ده اللي هو لايت كوت بيديلك تمبلتز تبدأ تشتغل عليها او على البرنامج نفسه اللي هو بتاع ميمو دي جي اي بيديلك ستوريز بتختار اللي انت عايزها مثلا تروح دايس عليها تقول له ستارت هو بيقول لك اول شوت ده ثانية وتسع اجزاء من الثانية فبتقول له اوكيه بيبدأ ان هو يعد بالشكل ده واخد لبالك وبيديلك واحد تاني برضو اللي بعده بيقول لك شوف هو يتحرك ازاي بيديلك فوق بروفة على الاسلوب بتاع تحريك الجهاز مع المزيكة فهمت القصب هو بس انت مجرد ما بتدوس وهو بيشتغل لواحده يروح ما خلصلك الفيديو في الاخر مع طلعت فيديو بوم ده لو انت يعني ابيض ديوارد خالص وحابب تكون كده قد الدنيا فده بيسهلك امور كتير وبيعلمك ازاي تشتغل عليه فدي كانت نظرة سريعة على من شركة دي جي اي ولو انت حابب انك تشتريه انزل تحت دلوقتي وهتلاقي اللينك بتاخد خصم خاص علشان انت داخل عن طريق اللينك ده وتبدأ انك تشتريه وتشوف ايه الاكسيسوريز التانية اللي انت عايز تشتريها معا شكرا جزيلا ليكم ونتقابل في فيديو جديد السلام عليكم شكرا جزيلا